اشتركوا في القناة وفيها المعجزة الالهية الخاصة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحلة الاسراء والمعرك يسعيدني جدا ان يكون معنا فضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور الرمضان عبد الرازق عشان يكلمنا عن أسرار وأفضل هذه الليلة العظيمة الكريمة وأيضا معنا المنشد الديني محمود هلال أهلا وسهلا بحضراتكم كل عام وأنتم بخير وسعادة جدا بوجودكم معنا ونورتنا وشرفتنا وسعادة جدا كل عام وأنتم بخير دكتور رمضان خليه أبدأ مع حدارك هل نقدر نحدد بالزبط ليلة الاسراء والمعرك ولا هي زي ليلة القدر غائبة في أيام شهر ركب بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومهلا العلماء اختلفوا في تحديد موعد وميقات الإسراء والمعراج على أقوال كثيرة جدا أوردها الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري وأقرب الآراء إلى الصواب أن هي كانت قبل الهجرة الهجرة بحوالي سنة ونصف وأنها بعد موت السيدة خديجة وبعد موت أبي طالب وكان في عام الحزن اختلفوا في الشهور كثيرة جدا ما بين رجب وربيع ورمضان وشعبان وأقرب الأقوال أنها في شهر رجب قبل الهجرة بسنة ومص بزبط ليلة 27 ليس محددا لا لأن ما احنا تعارفنا على ذلك تعارفنا بالزبط يعني ما قدرش أقول أن ليلة 27 رجب هي ليلة الأسراء والمعرق ليس جزما بأحد الآراء برضو فيه رأي تاني فيه آراء كثيرة إنها في شهر رمضان وفيه آراء إنها في شهر ربيع الأول آراء كثيرة جدا أوردها ابن حجر فالشهر غير محسوم والعام غير محسوم لكن الحدث محسوم طب احنا ليه استخر الرأي على أن احنا بنحتفل بيا ليلة 27 رجب احنا تعارفنا على ذلك يعني توارسنا وعادات من أيام من قبل الدولة الفاطمية وإحنا بدأنا نتعارف على هذا الأمر هو الشاهد كمان أنه ربنا سبحانه وتعالى دايما في الأحداث الكبرى مثل هذه الأمور لا يلقي الضوء كثيرا على تحديد الموعد ولا العدد كأن ربنا سبحانه وتعالى عايز يوجهنا يا دكتور عمر إلى عدم النظر إلى القشور والنظر إلى الجوهر النظر إلى مآلات الأمور النظر إلى عمقها ليس قضية الأسماء والمسميات والتواريخ إذا الفرق بين الإسراء والمعرك الإسراء رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وثابتة بصريح القرآن الكريم وعندنا سورة كاملة اسمها سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فهي رحلة أرضية من إلى أما المعراج فرحلة سماوية من إلى من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى إلى حيث لا يعلم إلا الله عز وجل وثبت بالتلميح في سورة النجم لقد رأى من آياته ربه الكبرى هذه الفرق بين الإسراء والمعراج نروح لمحمود ونستان تعليل تفضل نعم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله بوتمدي ففي دنيا يا وآخرتي الله الله يا رسول الله قل بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله بوتمدي ففي دنيا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى الله الله فمثل طه في الورى في الورى بشرة خير من فوق السماء سرى الله الله فقهر الأخلاق وشيامي يا إمام الرسل يا سندي الله 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 أنت باب الله موتمدي ففي دنيا ففي دنيا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي وصلات الله يا رسول الله لم تذلي الله الله لك تهدى ما دعاك ولك ما عدت لي من من الأسال الله الله ينتهي حتى إلى الأبدي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله موتمدي ففي دنيا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي قمر طبت سريرته الله الله وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته الله الله أعدل أهل الحل والحرام يا إمام الرسل يا زمدي الله الله أنت باب الله موتمدي ففي دنيا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي اللهم صلوه وسلم عليك يا سيدي يا حبي يا رسول الله الحكمة الموجودة في هذه الليلة الله سيدي الإسراء والمعراج معجزتان خارقتان للعادة كأن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظر الكل إلى لون جديد من ألوان النصر والتأييد كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ضاقت في وجهك الأرض اتسعت في وجهك السماء يا محمد إن انفض الناس من حولك فهاهم أنبياء يصلون خلفك أسرى بك الله ليلا إذ ملائكة والرسل في المسجد الأقصى على قدمي صلى وراءك منهم كل ذي قدر ومن يفز بحبيب الله يأتممي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستليمي خططت للدين والدنيا علومهما يا قارئ اللوحي بل يا لامس القلمين اللهم صل وسلم الإسراء والمعراك سيد الفاضل ليهم أهداف وحكم عظيمة جدا منها أولا إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاقى ألوان من الأقدار المؤلمة في الفترة دي كلها فترة طويلة جدا سيدنا النبي يعاني من الأقدار المؤلمة فخاف النبي أن تكون هذه الأقدار المؤلمة بسبب غضب من الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى أخذه إلى هذه الرحلة العظيمة جدا ليبين له إن ما حدث لك يا محمد ليس بسبب غضب من الله ولكن سنة الله الكونية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا طبيعي طالما تناجح وصاحب قيمة وصاحب منهج وصاحب رؤية وشغال لازم يبقى لك عدو أدي واحد اتنين تكريم لسيدنا رسول الله حيث لم يكرم مثله من قبل ما حدش يتعامل معك كده أبدا ما لأي نبي ولا أي رسول من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث معه ما حدث أدي رقم اثنين رقم ثلاثة تجديد لعزيمة النبي صلى الله عليه وسلم طيب إيه كمان فرضية الصلاة وضي نقطة مهمة جدا حاجة عظمة جدا يا دكتور عمر إيش معنى الصلاة اتفرضت فوق نقطة مهمة اتفرضت بالفرضية دي ما كان فيه الصلاة مفروضة قبل الخمسة كان فيه صلاة آه يا فندق كانت عبارة عن إيه عبارة عن ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار ولذلك حضرتك تلاحظ قبل رحلة الإسراء والمعراج يقول فلان عقب بن أبي معيط قبل غزوة بدر خنى قبل طبعا الهجرة وقبل كل ده خنق النبي وهو ساجد تب ساجد إزاي ما والصلاة لسه مفروضتش لا يا فندم كان فيه صلاة مفروضة كان فيه صلاة مفروضة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وهي ذي الصلاة اللي صلى بها مع الأنبياء قبل الصعود تب مش صلى بهم ركعتين صلى بهم ركعتين إزاي في المسجد الأقصى والصلاة لم تفرد بعد مش هل عندنا النص ده يا فندم مزبوط طب ازاي صلى بهم ركعتين والصلاة لم تفرد بعد يا سيدي كان فيه صلاة موجودة في أول الإسلام ركعتين في أول النهار ركعتين في آخر النهار وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبح هنا بمعنى صلي هي دي الصلاة اللي كان سيدنا النبي صليها في حجر الكعبة كمان صلف ثلاث أماكن هو في الإسراء سيدنا جبريل قال له انزل فاصلي أصلي فين قال له صليتها بطيبة وإليها الهجرة انزل فاصلي ده كسيدنا النبي جه مصر مزبوط أيوة الله ينور على ساعتك صلى في طور سيناء مزبوط حيث يكلم طب صلى ازاي ما هي دي الصلاة يا فندم تحل الإشكالية كلها فكان فيه صلاة قبل الإسراء والمعراج ركعتين أول النهار ركعتين آخر النهار طب اش معنى الخمس صلوات فوق شرى جميلة أوي قالها ابن حجر العسقلاني قال شيء جميل أوي قال ربنا سبحانه وتعالى بيحب الأمة دي جدا فلما سيدنا النبي عرج به رأى كل عبادات الملائكة كل عبادات الملائكة ازاي رأى من الملائكة القائم لا يركع ورأى من شغله بس كده يفضل قائم يذكر الله إلى يوم القيام طب وملايكة تانية ركعة لا تقف ركوع إلى يوم القيام وملائكة تانية سجدة إلى يوم القيام لا تقعد وملائكة أعدة لا تزجد فأراد الله عز وجل أن يبين لسيدنا رسول الله من إكرام الله لرسوله ولأمته أننا جمعت لكل عبادات الملائكة في ركع واحدة فالرحلة لها معاني كتير ولها حكم كتير أوي أوي لا تعد ولا تصع يا رسول 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 اشتركوا في القناة